اكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس يومناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أهمية موصلة تشجيع الأفكار الخلاقة القائمة على الإبداع والابتكار وتوظيف التكنولوجيا بما يسهم في تحقيق متطلبات سوق العمل وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك الرئيس للنمو وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرا إلى الاستمرار في طرح وتنفيذ مختلف البرامج التي تسهم في تطوير قطاع ريادة الأعمال وتوفير البيئة الداعمة للأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع ترفض النمو الاقتصادي وتخلق مزيدا من الفرص الواعدة أمام المواطنين جاء ذلك لدى حضور سموه اليوم العروض المتأهلة للمراحل النهائية من النسخة التاسعة من برنامج الرواد الشباب مشروعي والذي سيحصل الفائزون في المراحل اللاحقة منه على منح مالية لتمويل مشاريعهم حيث أعرب سموه عن اعتزازه بالأفكار والمشاريع المبتكرة التي تم تقديمها والتي تتواكب مع متطلبات التنمية وتعزز من مستويات الإنتاجية والكفاءة متمنيا سموه للمتأهلين التوفيق والنجاح في المراحل القادمة من البرنامج بما يحقق الأهداف المنشودة وأشار سموه إلى ما يليه أبناء البحرين من حرص واهتمام بتوظيف الإبداع والتكنولوجيا في ريادة الأعمال لتطوير مختلف المشاريع ورفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات وتحسين الإنتاجية بطرق أكثر فعالية واستدامة بما يفتح أفاق أوسع للنمو إذ يعد ذلك عنصرا أساسيا لتحقيق التمييز والنجاح ويعد برنامج الرواد الشباب مشروعي أحد برامج صندوق العمل تمكين الرئيسة الموجهة للشباب البحريني ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما ولديهم أفكار لمشاريع ريادية أو يمتلكون مؤسسات ناشئة حيث يعمل البرنامج على تقديم التدريب والدعم الاستشاري من خلال عدة مراحل تتضمن معسكرات تدريبية وتوجيه من قبل خبراء ومختصين في مجال ريادة الأعمال إضافة إلى تقديم المنح المالي للمشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية بما يعزز من فرصهم في النجاح في المراحل الأولية للمشروع ومنذ إطلاقه في نسخته الأولى وحتى اليوم استطاع البرنامج المساهمة في تطوير أعمال العديد من المشاريع التجارية الناجحة وإكساب أصحابها الخبرة اللازمة التي تمكنهم من توسيع أعمالهم في مختلف القطاعات بما يتناسب مع توجهات السوق كالقطاع الصحي والإبداعي والتقنية ويأتي البرنامج كجزء من جهود تمكين في تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الانتاجية وتوظيف التكنولوجيا مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام وذلك كأحد الأولويات الاستراتيجية للعام 2024 وذلك إلى جانب رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف لسيما للداخلين الجرد بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة